إيمان من العراق بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا يا شيخ يؤرقني جدا المشي على الصراط المستقيم و عذاب القبر و الحساب كيف النجاة أخت إيمان من العراق بارك الله فيك و رضي الله عنك و سالة تعالى أن ينجينا و إياكم من عذاب النار و من عذاب القبر و سالة تعالى يجعلنا و إياكم من أهل الجنة أخت الفاضلة الذي يؤرق عذاب القبر و الذي يخيف المرور على الصراط عليه بالعمل الآن عليه بالعمل فالذي يعمل الآن و يستعدن هذه الأيام إن شاء الله من الناجين بحول الله تعالى و لذلك الله جل و أعلا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فلم نحيينه حياة طيب و لنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون يقول جل و أعلا إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوسي نزل نزل و لذلك أخت الفاضل بارك الله فيك اللي فعلا ليقلق هذا الأمر الآن هو في ساعة العمل في زمان الاجتهاد و العمل الآن يعمل الإنسان يتوكل على الله عز و جل حتى ينجو من عذاب القبر و كذلك يمر على الصراط مثل البرق لأن الله عز و جل وعد و وعده الحق الله تعالى لا يخلف المعات من عمل صالحا فله النجاة بإذن الله تعالى من عمل غير ذلك الله يعين على عذاب القبر و الله يعين على المرور على الصراط لأن الصراط هذا لا ينجو منه إلا من اتق الله و قال تعالى و إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا و نذر الظالمين في هاجثي فياخت الفاضل بارك الله فيك الإنسان لا يضيع عمره و وقته و زمانه بمثل هذه الأشياء التي قد تصرف عن العمل اجتهدي في قامة الفرائض و الواجبات في الابتعاد عن المحرمات و المنهيات حرصي بارك الله فيك أن تملئي ميزان حسناتك بالأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله سبحانه و تعالى اشتركوا في القناة